صحيح نحن كمؤشر للدولار الأمريكي أمام سلة العمنات الرئيسية عم نشوف فيه تراجع واضح للدولار الأمريكي وذلك بنتيجة أنه في عنا تقييمات إضافية ومستمرة وتوقعات كبيرة من الأسواق أن مستقبل أسعار الفائدة وسياسة النقدية في الولايات المتحدة الأمريكية هو أكثر تسهيلا أسعار فائدة أقل وذلك تستطيع الأسواق أن تسعر الأحداث قبل حدوثها ولذلك عم نشوف نحن تراجعات الدولار الأمريكي على جانب آخر عم نشوف أسباب أخرى تسبب ارتفاع سواء كان اليورو أمام الدولار الأمريكي بنظر إلى أن المركز الأوروبي تحركاته محدودة نسبيا فيما يتعلق بتسهيل السياسة النقدية رأينا كريتسين لا قارد أكتا مرة تذكر أنه ما رح يكون في عنا توجه نحو تقليص أسعار الفائدة حتى إذا تضغط الديتا أو حتى تكون البيانات هي سبب رئيسي في تحقيق ذلك وبمعنى آخر هناك مخاوف من أن تضغطهم يخرج عن السيطرة في المنطقة الأوروبية نفس الوقت نحن عم نشوف نفس التوجه نسبيا بالنسبة للمملكة المتحدة وربما ذلك يعزل زرتفاعات الجينيل السرليني اللي نحن عم نشوفه مرتاح نسبيا فوق المستويات يعني صارنا زمان ما شفناها للجينيل السرليني أمام الدولار الأمريكي بالتالي نحن عم نشوف أنه هذا السيناريو سيستمر طالما هناك تفضلات وتوقعات بأن يكون في عنا أسعار فائدة أقل ربما ثلاث تخفيضات هذا العام لا تزال الإمكانية مطروحة ولكن نحن لما نشوف بيانات مثل ألمانيا لليوم التي يعني أظهرت الجي دي بي تباعها تراجعا للربع الثاني على التوالي وهو تقنيا يعتبر كسادفة عم نشوف أنه ربما يتدخل المركز الأوروبي أيضا بتقليص أسعار الفائدة وهنا ربما يعود الدولار الأمريكي نسبيا للارتفاع أمام نظرائه من العملات الأخرى أيضا في ظل توجهات البنك المركزي الياباني وسط التوقعات بأنه سيواصل التوجه لرفع أسعار الفائدة هل برأيك هذا سيساهم في تأمين بعض الدعم لليان؟ بالله شك نحن نشوف توجهات رفع أسعار الفائدة مثل ما ذكرنا منذ قليل بالنسبة لليورو نفس الشيء يكون فيه عندي بليان الياباني المركزي الياباني الذي أضاف 15 نقطة أساس وبأكثر من المتوقع نحن عند الخمسة وعشرين وربما مرشح لعشر نقاط أساس جديدة ممكن يضيفها المركزي الياباني خلال هذا العام وهذا يعتبر بحد ذاته تشديد قوي من السياسة النقدية وهذا يدعم أن يكون فيه عننا منع كلي خلينا نقول الباري تريدز بالنسبة لليان اللي عم تصير على اليان الياباني والتي تؤدي إلى نزوح الأموال خارج اليابان في نفس الوقت عم تكون فيها ضغط كبير جدا على الاقتصاد وكأنه الذهاب بالسياسة التيسرية التي كانت متبعة دون أن يكون لها واقع حقيقي الآن مع وصول التضخم نحو المستهدفات والارتياح النسبي يستطيع تشديد السياسة النقدية المركزية الياباني لتحقيق استقرار في سعر السرق وربما ذلك قد يضغط أكثر على زوج الدولار الأمريكي الياباني لمستويات دون المية وأربعين مية وأربعين حتى ربما ذلك قد يحدث فعليا إذا ما اقتربنا أكثر من موعد قرار الفدرال الأمريكي وفي نفس الوقت كان هناك توجه لرفع أسعار الفائدة فبالتالي عملية عكسية مضاعفة عم تكون على الزوج تضغط من الجانبين أو من شقي زوج العملات الدولار الأمريكي واللياباني للاتجاه باتجاه هابط أكثر وربما عودة إلى مستويات أكثر استقرارا لأنه بلا شك مستويات فوق الـ 140 تعتبر مقلقة ولا يرتاح لها المركز الياباني ولا تحقق حقيقة الاستقرار والتوازم في سعر السرق الذي يحتاجه لتحقيق تنمية الصادرات وفي نفس الوقت البقاء على التضخم في مستويات مستهرفة هذا الأسبوع رائد لدينا أيضا بيانات مهمة جدا من الولايات المتحدة أرقام الناتج المحلي الإجمالي ولكن أيضا لدينا أرقام أهم هي أرقام الـ PCE التي ستصدر يوم الجمعة وسط توقعات بأنها على أساس شهري ستبقى مستقرة ولكن إذا نظرنا إلى المؤشر الإنفاق الشخصي الأساسي من المتوقع يسجل زيادة إلى 2.7% من 2.6% في القراءة السابقة فاليوم هل برأيك في حال جاءت هذه القراءة عند توقعات هي أعلى من القراءة السابقة أو أعلى من ذلك هذا سيخفف من شهية الفيدرالي للتوجه لتخفيض الفائدة في سبتمبر؟ حقيقة لا أعتقد ذلك ستكون الـ Core PCE أو الـ Personal Consumption Expenditure هي الورقة الحاسمة بالنسبة للفيدرالي الأمريكي لأن النقاط الأهم كانت أنه عندنا تراجع في سوق العمل الأمريكي كان في عندي استقرار في مستويات التضخم وقراءة كانت الـ CPI قريبة من التوقعات وتظهر عدم ما في عندنا ذعر بمستويات التضخم الآن القراءة المفضلة بالنسبة للفيدرالي الأمريكي بلا شك هي الـ PCE والإنفاق الشخصي الاستهلاكي ربما على جانب الذي نستثني منه الغذاء والطاقة يكون في عندنا بعض الضغط وهذا تحديدا عميجيني من مقطاع الخدمات في الولايات المتحدة الأمريكية وهو السبب الرئيسي بالارتفاعات ربما إن كانت تحدث ولا تزال تحدث ربما حتى الآن وهي لأنه في عندنا بطء بتراجع الأسعار في هذا القطاع لكن إذا بدي أضيف لذلك الكاتين كوست اللي صار وتسريحات الوظيفية وارتفاع البطالة اللي حدث ربما يضغط ذلك على الإنفاق الشخصي الاستهلاكي ويضغط بالاتجاه العابط دون أن يكون هناك مخاوف من ارتفاع الـ PCE فوق التوقعات ترجمة نانسي قنقر